أخي المشاهد الكريم إن الأسرة هي امتداد لذلك المجتمع فوجب على ربان هذه السفينة أن يغرس القيم الأسرية داخل أفراد الأسرة لمواجهة مصاعب الحياة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد حياكم الله عزيزي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قيم وهمم أخي المشاهد الكريم اليوم بإذن الله سوف نتحدث معكم عن موضوع مهم للغاية في كل أسرة من أسر هذا المجتمع الكريم ألا وهي القيم الأسرية وأهمية القيم الأسرية فوجود هذه القيم تعطي القوة والثبات لكل أسرة لأن الأسرة نواط ذلك المجتمع فإذا صلحت هذه الأسرة صلح المجتمع وإذا فشلت هذه الأسرة ساد الفشل في ذلك المجتمع والأسرة والأسرة عبارة عن أفراد وهؤلاء الأفراد اللبنة الرئيسية لذلك المجتمع فوجب على كل أب وأم أن يزرعوا هذه القيم الأسرية داخل إطار هذه الأسرة كي نحظى على مجتمع كريم متماسك كي نرتقي بذلك المجتمع هذه الأسرة وجب عليها أن يكون عندها من الغيم التي أرستها شريعة الله سبحانه وتعالى فأسرة بلا قيم هي تقف على أرض هشة والأسرة التي تمتلك القيم النبيلة التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها إنما وقفت على أرضية صلبة لا تحركها العواصف ولا تحركها الظروف لماذا نزرع القيم داخل هذه الأسرة كي نوادر مشاكل الحياة وظروف الحياة وملهيات هذه الحياة بقوة وبقيم زرعناها في أنفسنا كأولياء أمور ومن ثم زرعناها داخل هذه الأسرة أخي المشاهد الكريم نأخذ إياكم فاصل ونواصل فكونوا معنا حياكم الله عزيزينا الكرام وعدنا لكم بعد الفاصل لنتحدث وإياكم عن موضوع مهم للغاية في كل أسرة من ذلك المجتمع الكريم وهي أهمية زرع القيم النبيلة داخل الأسرة لأن أسرة بلا قيم إنما هي أسرة المتفككة إنما هي أسرة لا ترتقي بأن تكون تلك الأسرة التي ترتضيها شريعة الله سبحانه وتعالى ونحن خير شهود في هذا المجتمع الكريم حينما نرى هذه الأسرة متماسكة وهذه الأسرة قوية لماذا؟ لأنها تمتلك القيم النبيلة التي زرعها الأب والأم في أنفسهم أولا ومن ثم زرعوا هذه القيم في نفوس الأبناء ونرى هذه الأسرة إنما هي متفكرة وكل فرد من هذه الأسرة له اتجاه خاص ونرى هذه الأسرة متمسكة ولكن يشوبها بعض المشاكل وبعض ظروف الحياة لأنها لم تطبق القيم الصحيحة جميع هذه القيم القيم النبيلة استخلصناها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي سلوكيات وأخلاقيات وأخلاقيات وقوانين إلهية نطبقها في أنفسنا ومن ثم نطبقها مع أبنائنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إنما هو تنظيم إيجابي حينما ينظم الأب والأم مسار هذه الأسرة ويغرس القيم النبيلة في نفوس الأبناء قيمة الرحمة قيمة الإيثار قيمة حب الخير للغير قيمة الصدق النهي عن الكذب النهي عن السرقة النهي عن الفتنة النهي عن الغيبة هذه كلها قيم نبيلة نستخلصها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي عبادات تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى فالأسرة إذا صلحت صلح ذلك المجتمع وإذا ساءت هذه الأسرة ساء المجتمع فهذه الأسر إنما هي نوات لذلك المجتمع والأسرة هي اللبنة الرئيسة لذلك المجتمع فالأب والأم إنما عليهم المسؤولية الكبيرة لأن هناك فرق كبير بين الرعاية والتربية الرعاية حينما يأكل الإبن أفضل الأكل وأفضل الملابس وأفضل الدراسة وأفضل الاهتمام ولكن هناك جانب آخر وهي التربية على هذه القيم والتربية على هذا السلوك المبارك الذي ارتباه الله سبحانه وتعالى لنا وهذه القوانين الإلهية فتعد الأسرة النواة الأساسية التي يقوم عليها ذلك المجتمع وطبعا في نفس الوقت هي البيئة الحاضنة للإنسان السوي منذ الطفولة وتساهم بشكل كبير في تكوين شخصية هذا الإنسان وقيامه الاجتماعية فالقيم الاجتماعية كذلك نأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أخي المشاهد الكريم من الضروري أن يتحل الإنسان بمجموعة من القيم العائلية التي تبنى عليها العلاقات الإنسانية والتي تساهم بشكل كبير بنشر المحبة والوئام والألفة داخل أرويقة ذلك المنزل وبين أفراد الأسرة على حد سواء ويقدم يعني أفضل ما عنده لهذه الأسرة لأن الأسرة هي رباط واحد وحبل واحد ودائرة واحدة إذا تعثر أحد أفراد الأسرة تعثرت هذه الأسرة بكاملها وإليكم أن تتصوروا أن أحد أفراد هذه الأسرة ابتلها الله سبحانه وتعالى بشيء من الأمور السيئة لا شك من المعلوم أجلكم الله أن هذه الأسرة ستكون مرتبكة قلقة يصيبها الخوف وتشتت الذهن لأن أحد أفرادها وقع بشيء لا تحمد عقباه فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون هذه الأسرة الإيجابية التي تبني أفضل البناء في مجتمع صاعد وصلنا إياكم أخي المشاهد الكريم نهاية هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة